السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنكمل حل التدريبات ملحق كتاب جيم 3 عدادي 2023 ترمي اول هنحل صفحات رقم 16 و 18 بيجو نمبر 16 صفحة رقم 16 نمبر 1 فنز افولوينج دايلوج اكمل المحادثة التالية ايتنز نيو لابتوب بستوب دوركينج يعني اللابتوب بتاع ايتن توقف عن العمل بينما كانت هي بتعمل ايه الواجب المنزلي الاسيستنت اتصل بالشركة بقى اللي هي شارية منها اللابتوب الاسيستنت لها الموظف هلو how can i help you كيف يمكنني مساعدتك فقالت i bought a لابتوب انا اشتريت لابتوب بلاست ويك الاسبوع الماضي but i have a problem لكن عندي مشكلة فقالة what is your problem ايه مشكلتك هتقوله ان اللابتوب بتوقف عن العمل هتقول ايه my laptop stopped working اللابتوب بتاعي توقف ايه عن العمل سألها السؤال فقالت له it stopped when i was doing my homework توقف بينما كنت اقوم بعمل واجبي هيقولها ايه امت حصل الكلام دوت او امت توقف يبقى when did it stop when did it stopped متى توقف فقالت له بينما كنت بعمل واجبي توقف ايه يعني هو توقف لما كنت بعمل واجبي was the computer blood in هل كان هو متوصل بالكهرباء فهي هتقوله ايه yes it was ايوة كان yes it was i was changing the battery كنت بغير البطارية فقال لها ok we will send you someone هنبعث لك حد يعني يصلحه what's your address ايه عنوانك عشان بدك كده قالت له عنوان what's your address ايه عنوانك فقالت it's 15 صلاح سالم street 15 صلاح سالم وبعد كده هتشكره بقى تقوله thank you for your help شكرا على مساعدتك thank you for your help ممكن تقول thank you وخلاص ايه number two السؤال التاني choose the correct answer اختاري الاجابة الصحيحة number one to make a machine ان انت تجعل start working تبدأ العمل معنى الكلام ده ان انت بتعملها turn on يعني تشغيل number two to form the adjective عشان تكون الصفة from Egypt من كلمة مصر add the suffix بنحط لاحقه ايه ها مصر هتبقى مصري بعد كده الصفة بتاعتها هيبقى ايه Egyptian مصري هيبقى نحط i-a-n number three to change the verb عشان تغير الفعل لاماز into an adjective لصفة و add the suffix هنحط له ايه هنحط له ing يعني مزهل هنحط ايه اللاحقة ing طيب number four can you turn on زفان ممكن تفتح المراحب ديس من فضلك turn on is the synonym off turn on بتسوي في المعنى كلمة ايه switch on يعني يفتح ايه جهاز number five we form is the adjective بنكون الصفة from color من كلمة لون by adding the suffix عن طريق ان احنا بنحط اللاحقة if you l تبقى colorful ملون number six when i bought a laptop لما اشترك لابتوب they asked me سألوني to form أو طلبوا مني to fill لان انا املى in a a it's paper with questions ورقة فيها اسئلة طلبوا مني ان انا املىها دي اسمها استمارة form number seven space are hard objects معناها ان هو شفي شيء صلب found on beaches بيوجد على الشواضي طبعا دي shells الصدق number eight to get the adjective عشان تحصل على الصفة of wood من كلمة wood خشب we add the suffix بنحط لغة اللاحقة in تبقى wooden يعني خشبي number nine a is objects عبارة عن اشياء that people wear بترتديها الناس for example على سبيل المثال ringes خواتم and in classes و عقود يبقى داية jewelry يعني المجوهرات number ten she is amazing in her new dress هي تبدو رائعة في فستانها الجديد she is attractive هي جذابة طبعا يبدو المظهر بتاعها هي بنقول ايه looks she looks amazing بعد كده نروح لبيتج 18 صفحة رقم 18 number one read and complete the text with words from the following list هنكمل الفقرة باستخدام كلمات الموجودة في القائمة في ست كلمات في القائمة اختار اربعة منهم واحدة على الجرامر ويهي التلاتة دنين على المفردات looks يعني يبدو microwave موبايل فون يعني هاتف تلفون محمول باستخدام بوت اشتري وبرزنت هدية اي اي اشتريت مكبرات صوت زكية يبا اي بوت number one بوت اشتريت مكبرات صوت زكية for my brother لأخوي as a بريزنت كهدية on his birthday في عيد ميلاد و last month الشهر اللي فات he was happy هو كان سعيد وزئد بيها it a great وكانت تبدو a عظيمة يبقى looks great we can use it on a a or a television احنا ممكن نستخدمها على الموبايل فون number four موبايل فون ممكن نستخدمها على التلفون المحمول أو التلفزيون the only problem المشكلة الوحيدة my parents think it's too loud المشكلة الوحيدة أن بابا وماما كانوا بيعتقدوا أنها بتعمل ضوضاء كتير صوتها عالي جدا number two complete the synthesis with the correct form of the words in practice هنصح الكلمة اللي ما بين القوسين number one isha is big than Europe يعني أسيا أكبر من ايه؟ من أوروبا هنا في صيغة مقارنة يبقى نقول a is bigger than bigger number two she is more beautiful girl in my class هي أجمل بنت في فصلنا في الفصل بتاع يبقى صيغة تفضيل عليا يبقى نقول the most beautiful أجمل بنت the most beautiful girl the most number three I don't want either chocolate and cake طبعا أنا أنا مش عايز الشوكولاتة ولا كيكا أنا عندي هنا طبعا either بيجي معها or number four he has a cat or a dog يعني هو عنده اطا وكلب يام هنقول ايه؟ في هنا or هنأخد ايه؟ هنكتب هنا either number five neither my brother لا أخويا نور ولا his friend اصدقائه be ready to go جاهزين أو مستعدين للذهاب طبعا أنا عندي بتعامل مع الفعل الثاني مع نيزر وإيزر طالما جمع يبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ الفرندس جمع يبقى or number six I like either of the two films but of them were boring الفيلمين مملين يبقى أنا معجبنيش ولا واحد فيهم يبقى هنقول ايه؟ neither بعد كده number seven when I left the house it was snowing يعني عندما غدرت البيت كانت بتسلك كانت بتمترت بعد when بيجي ماضي ماضي بسيط وانحية الثانية ماضي مستمر يبقى أنا اقول when I left number eight he a work in the garden when he found the money يعني هو كان بيعمل في الحقيقة لما وجد النقود طبعا عندي وين بيجي بعدها ماضي بسيط وانحية الثانية بيجي present continuous ماضي was working كان يعمل was working بعد كده number nine bus of the phones a has lots of apps يعني كلا التلفونين فيهم تطبيقات كتير طبعا جامعة هنا يبقى نقول a has مش نقول a have طيب number ten we called the police اتصلنا بالشرطة because the neighbors عشان الجران play the music very loudly كانوا بيعزفوا موسيقى بصوت عالي جدا يبقى هنقول a can وبيعزفوا ويبقى where playing الجران كانوا بيعزفوا موسيقى بصوت عالي where playing number eleven when i was running when i see manal انا كنت بجري لما شفت manal بعد was بيجي past simple بيجي ماضي بسيط يبقى نقول when i saw manal وبيعزفوا وبكده نكون انتهينا من حل ملحق كتاب جيم حتى صفحة 18 يعني نهاية الوحدة التانية انتظرونا في حل باقي التدريبات ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته